حتى قبل ما ابدأ يعني صحيح قبل ما منبدأ صحافة كان هو بدأ ولكن معكد انه في مرحلة التمالينيات يعني متابع كل ما قدمه متابع ايضا تنوعه الاستاذ علي كان مخرج متنوع بيعمل رومانسي بيعمل الوطني بيعمل اعمال يعني الافكار من المخابرات اعمال من المخابرات بيعمل الفنتازيا بيعمل الكوميديا هو عصي على تصنيف يعني مخرج عابر لاي تصنيف كل المخرجين دول ده مثلا الكوميديا ده اكشن لا علي عبدالخالق اطلاقا كان بيقدر يتنوع ويتلون لانه هو سينمائي يعني يعني عينه اتولدت عين سينمائي فكره فكر سينمائي ده اللي خلاه متواجد وبقوة ومتعدد متعدد الالغام الدرامية دايما يعني كان مثلا يقوله فاطين عبدالوهاب ده مواخد الجانب الكوميديا مثلا طبعا عز رومانسية حسن امام مولودراما صلاح مثلا هو كان من المستحيل تصنيفه تحت اي نوع ودول قلة يعني في العالم كله المخرج المتعدد التوجهات بيبقى محدود جدا بس بيبقى جواه عشق للسينما في المطلق ويقدر يعيد صياغة ادواته حتى تتوافق مع النوع اللي بيقدمه هو البداية كانت سنة سبعين يعني قيل ان اول عمل اللي اشتغل فيه كمساعد مخرج كان سنة سبعين وبعد كده عمل اول اخراج سينمائي اغني على الممر اه قبلها كان فيه انشهودة الوضع كان جان عن جمال عبدالنصر اه واخد بالك فيلم طبعا المؤكد تسجيلي وثائقي اه وثائقي تسجيلي وعمل حاجة عن بيوت السويس يعني الناس كلها طبعا يعني الجيل ده مش هفتكل بس كانت السويس كانت الناس بتهجر منها لان كانت على خط مرمى نيران مع العدو الاسرائيلي يعني فيه خلفيات كتيرة هو كان عنده هم وطني لما تتكلم عن اغنية على الممر تتكلم عن فيلمة عمل 72 عقاب هزيمة من خلال جماعة اطلق عليها جماعة سينما الجديدة مجموعة من الشباب عندهم رفض طبعا عندهم جرح بسبب هزيمة 67 وعندهم رفض لما يقدموا وعايزين يقدموا شيء مغير شيء يعبر عنهم فكانت فعلا انت عارف ايه براعة الاستهلال فيه حاجة سينما في اللغة العربية براعة الاستهلال فالجماعية دي برغم انها ماكملتش لكن اوكي كان هناك جماعة سينما الجديدة دي يعني عملت كم فيلم لكن وخلصت انما كان فيه براعة الاستهلال واني على الممره عمل دوي قيل انه اخد تسع جويز عالمية اه في حاجات في كارلو فيفاري وفي تشكاندو وغيرها اه واهم من الجوائز انا دايما بقول ايه اكبر مقياس للفن هو الزمن لما تقعد نصف قرن ممكن تستعيد فيلم كان بيتكلم عن هزيمة مش عن انتصار وكان داخل ممر مش مش مفتوحة يعني فيه كمان انغلاق كويس لوكيشن محدود جدا كويس وبيعتمد على فن الأداء الممثل وزي قدر يقود كل هؤلاء لنكن تعرف أغني على الممره أساسة كانت مصرحية لعلي سالم جاء مصطفى محرم وده سيناريست كبير راح حوله لسيناريو التفاصيل دي كلها أكدت ان فيه مخرج عظيم كامل عنده 28 سنة مثلا هياميها لكن مخرج مخرج بجد اه هو موليد 44 اه فكان 28 سنة اه ودي كانت انطلاقته العظيمة اللي سمعت انطلاقة مبهرة اه يعني انطلاقة ومش بس هو اللي انطلق كمان يعني منحة الجيل اه نظرة أخرى ونظرة احترام ونظرة وجود اه حقيقة اه علي بودرخان اه غالي أرد الخالي من خلال المسيرة كان بيقدم رسالة يعني رسالة مخرج اه بكل أبعادها اه ممكن اه يعني زي أي مبدع في الدنيا ممكن تختلف مع فيلم مع فيلمين بس ده عادي يعني ده لا يعني لا يقل من إبداعه أو عطائه طيب فترة التواهج بالنسبة له هي فترة التمانينات برافو اه ازاي قدر يعمل التوليفة المحترمة وطبعا كان مشكل ثنائي مع الأستاذ محمود أبوزيد الكاتب الكبير الله يرحمه ويرحمهم الاتنين بقى بالمناسبة عملوا سلسلة من الأفلام كانت عظيمة جدا ومؤثرة ومتنوعة اثرت في وجدان المجتمع المصري والعربي الاتنين كانوا محتاجين له بعض أنا عايز أقولك أفلام محمود أبوزيد اللي قبل ده اللي قبل العار انت عارف اللقاء بدعم العار العار كان اثنين وتمانين برافو عليك لكن محمود أسبق عنده حاجات تانية لا ما كانش حتى متواهج فيها فواضح أن الكيميائية كانت مشتركة يعني بقدر ما كاتبنا الكبير محمود أبوزيد الدالو الروح الشعبية الصرفة وخفة الدم مع خط كده من الوعز الأخلاقي يعني دايما بيقول ما معناه أنك انت لو هتجري ورا الفلوس وخدت فلوس قد كده في لحظة حضيها لو عايز جاه ومش عارفة إيه لكن خنت ضميرك ولا حاجة يعني دايما هناك رسالة موجودة في المجموعة دي عندك فيلم الكيف مثلا انتهب إنما الأمم والأخلاق ما بقيت هو كساعد مباشر يعني ساعد بيبقى عنده مباشرة ده محمود أبوزيد يعني ورغم ذلك يعني رغم ما كانش محتاجها طبعا يعني ما هي الفيلم كان بيقول كده والعار نفسي حكا أنت لما تشوفهم وهم في الآخر فيلم اللحة وبيلطموا خلص مش محتاج تقول إنك حتجري في المخدرات حتتجنن في الآخر ومش هتعمل حاجة لكن إزاي عبروا عن ده عمل فيه سينما فيه خفة دم فيه نتعارب بعض بعض مناطق بتتألف في الحوار من فرط إيجادة تقدمها كمخرج زي إذا كان حلال أدينا بنشربه حرام أدينا بنحرقه أدينا بنحرقه دي عيشة الأغاني اللي كتبت اللي هي ساتاموني وعيشة بس خد بالك هنا توافقت الكيميائية بين العمالقة وضم كمان محمود عبدالعزيز محمود كان متوافق في الحتة دي عشان كده مثلا هتلاقي إنه هو عمل مشترك ما بينهم كان في الكيف بنفس الوهج آه